اشتركوا في القناة في ايجاد حل لمشكلتهم والتقاعس في تذليل العقبات امامهم من اجل بنائها لحل ازمة السكن الخاصة بهم الاسباب قطع اراضين اثنين ثلاثة على عشرة واثنين على عشرة واثنين على واحد هذه كلها خاصة ملك للمواطنين ولحد هسه يعني قليل مفروز بها الريد الافراز والريد ازالة المتجاوزين والريد الخدمات ماء وكهرباء يعني واهم شي اكمال الافراز حتى نقدر نبني المواطنون اتهموا الحكومة بمحاولة كسب مواقف سياسية من خلال وهب قطع اراض دون العمل على انجاز معاملتها شني بس ضحك ضحكونا علينا هاي ليه شي يعني ايوه زير يجي ينطقطعة ارض للعالم وورا ما يخلص الحكم مالته يقولوا لانت بعد ما لك شي احنا شنوزن بنه احنا شنوزن بنه زين عنا احنا شنسوي يومية جايين ومسوين مظاهرة ومسوين شي الريد يعني شي يعني نتيجة بهاي طلعتني بل وتجاوز الامر ذلك حين كشف المواطنون عن استيلاء ميليشيا الحجد والقوات الامنية على قطع اراضيهم انه احنا هاي الاراضي احنا اشتريناها اشتريناها بفلوسنا وبسند شنو عليها تجاوز التجاوز من هو المعسكر الاتحادية الحجد الشعبي دولي كلهم متجاوزين عليهم مسوين صبات ويبقى الحال شاهدا على عدم حرص الحكومة على القيام بأي مجهود من شأنه ان ينفع المواطن او ازاحة شيء من همومه فضلا عن اصدار قرارات تحقق له مرخاء او ترفع من مستوى معيشته كل الحكومات المتوالية بعد 2003 اتواعد الشعب العراقي بانها حريصة على القضاء على ازمة السكن لكن احنا اللي نملك قطع اراضي مولك صرف في مقاطعة اثنين وثلاثة على عشر او بشير الثانية الحكومة قاعدة تتعاكس وابدا يعني غير حريصة على ان تطل الشعب حقي اشتركوا في القناة